اهلا بكم الى مجزي اخبار الان اعلنت المحكمة العليا السعودية تعذر رؤية شهر هلالي دي الحجة بحسب ما نقلت وكالة الانباء السعودية واضفت الوكالة ان المحكمة ستعقد جلسة مساء غد ثلاثاء وتصدر قرارا بما يثبت لديها وعليه يكون الجمعة الاول من شهر سبتمبر اول ايام عيد الاضحى المبارك شهدت الولايات المتحدة الامريكية اليوم كسوفا كليا للشمس في ظاهرة لم تحدث منذ تسعة وتسعين عاما وشهد الناس الكسوفا بدءا من اوريجون على الساحل الغربي الى كارولينا الجنوبية شرقا ويحدث الكثوف الكلية عندما يكون القمر بين الارض والشمس على خط مستقيم فيحجب عن ضوء الشمس ببضع دقائق قتل الاعلامي اسامى ناصر الزعبي واخيه الاكبر الناشط خالد الزعبي اثر انفجار عبوة ناسفة في ريف درع الشرقي حيث زرعت عبوة ناسفة على الطريق الواصل بين بدلتي الكرق الشرقي ورخم في درع ولم تتبنى اي جهة تفجير العبوة حتى الان الا ان ناشطين محافظة يتهمون قوات النظام استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني وزير الدفاع الامريكي جيم اتس من اجل بحث التعاون العسكري بين الجانبين وتطور النزاعات في المنطقة وتناولت المباحثات مواجهة الارهاب في العراق والحرب في سوريا خاصة العمليات الجارية ضد تنظيم داعش في الرقة قال الفريق رأي جودة قائد الشرطة الاتحادية العراقية ان قوات الشرطة وبمساندة ميليشيات الحجد الشعبي استعادت السيطرة على مرتفعات قرية مول جاسم الاستراتيجية غرب مدينة تل عفر كما استعادت قرية عبرة عزيز بنفس المنطقة قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا مي ان بريطانيا على ثقة من ان محادثاتها للخروج من الاتحاد الاوروبي تحقق تقدما كافيا للانتقال الى المرحلة الثانية من المفاوضات لبحث شراكتها المستقبلية بحلول اكتوبر تشرين الاول اعلن التلفزيون الاسباني المحلي نقلا عن مصادر في التحقيق تأكيدها مقتل يونس ابو يعقوب منفذ هجوم برشلونة الارهابي برصاص الامن قائد المركبة التي دهست حشدا من المرة في برشلونة وهو ما اسفر عن مقتل خمسة عشر شخصا وجاء اعلن التلفزيون بعد تضارب الانباء بشأن مصير المشتبه به في تنفيذ هجوم الداس في مدينة برشلونة الاسبانية قبل ايام قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم ان الصين طلبت الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بحماية جهود تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية الى اللقاء اشتركوا في القناة